يقول عندنا عندما يموت أحد من أهل قريتنا يصنع أهل الميت الطعام ويقيمون السرادقات للتعزية يسأل عن حكم ذلك يقول أهل الميت يرسلون لي الطعام في البيت ما حكم تناول هذا الطعام؟ هذا غير مشروع هذا غير مشروع المشروع العكس أنه يصنع للمصابين طعام يكفيهم لأنهم مشغولون بالمصيبة قال صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم فالمشروع أن يصنع للمصابين طعام يكفيهم مدة بقاء المصيبة وماذا عن سؤال الأخ يقول أنهم يرسلون لنا الطعام في البيت؟ هذا عكس السنة السنة أنه يصنع لهم طعام يكفيهم ويرسل لهم لا